في ناس بتقول إن أنا صحتي العقلية هي هي صحتي النفسية لأ الصحة العقلية المقصود بيها الحاجة اللي يكون لها علاقة بالإدراك وبالفكر وبالتفكير والاضطرابات العقلية زي مثلاً يعني مثلاً لو هنتكلم على السلوك السيء فدي صحة نفسية. لكن لو هنتكلم مثلا على البايبولر. دي صحة عقلية وليس صحة نفسية. ففي فرق كبير ما بين الصحة العقلية وصحة نفسية. اللي هي صنائية القطب. اللي هو الشخص يعني. اللي عنده ازدواج الشخصي. ففي فرق كبير. بين الصحة النفسية والصحة العقلية. صحبتك العقلية أنت بتقدر أن تغذيها. أن أنت تقرأ كويس. أن يكون عندك وعي ودراية بالحاجات اللي بتمرها حواليك. عندك قدرة على اتخاذ القرارات وعلى التفكير. الصحة النفسية مرتبطة بمشاعرك. هي مرتبطة بالنشاعر. أنا النهاردة أعدت معاكي. فأنت قلت لي كلمة فجرحتيني. أصرتي على صحتي النفسية. رجعت البيتة فكر فيها. إزاي هقدر أحلها. وأعدت عيط وتأصرت. فهذه كده صحتي العقلية والنفسية اللي تنم مع بعض. فالنفس خاصة بالمشاعر. والعقل خاصة بالتفكير. ودي لها تغذية. ودي لها تغذية. والجسم دي تغذية. وهم التلاتة مع بعض. يعني ما تقدريش نكتولي. أنا هفصل ده عن ده. ما تقدريش تفصلي التلاتة عن بعض. بالضبط. هل ده يودينا الكلام اللي بنقول عليه أنه ست مشاكلها الجسدية أحيانا كتير بتكون بسبب أزماتها النفسية. يعني ممكن ست تكون بتتعرض لأزمات نفسية معينة. فبالتالي بعد الشر يعني يجي لها مثلا مرض معين. تكون جسديا طول الوقت مرهقة. تصاب أحيانا ببعض الأمراض. الأحيانا بتكون مرض عضوي نفسي. ونسمع كده الدكتور يقولك ده مرض عضوي نفسي. بصي هو ست أكتر من الرجل في الموضوع ده. بقى ليه دايما علاقة بالحالة النفسية. بالضبط. بصي هي ست أكتر من الرجل في الموضوع ده بنسبة كبيرة جدا. أولا إحنا الهرمونات بتلعب دور كبير قوي في حياتنا. ابتداء من فترة البلوغ والحد سن الأمل. أيها. وفترة الحمل وفترة الجضاعة والتغيرات اللي بتمرج بيها المرأة كل شهر كل ده بيؤثر عليها. فإحنا ككائنات متأثرين تأثر كبير جدا بالهرمونات. توازن الهرمونات شيء مهم. لأن توازن الهرمونات بيأثر على صحتك النفسية وبالتالي بيأثر علنتي بتاكليه. تعالي كده شوفي الستة الحاملة يقولولها إيه تكلي عشان تبتاكلي لشخصين. وزني زاد لأ أنا خايفة أن أنا أعمل إيه أنا عندي امتحان فباكل ما تكلي تببستي بس وانتي بتاكلي شغالي عقلك فكري تقولي صح سؤدي تقولي فكري بتاكلي إيه وإمتى وليه وإزاي يعني أنا ده أنا عايز أكل طبق لحمة طبق ستيك حلو كده هاكلوا إمتى وهاكلوا إزاي وباكلوا ليه السكر عايز أكل كيكة الله كيكة شكلها حلو هاكلها إمتى وإزاي وكميتها والطريقة اللي أنا هاكلها فيها ما أنا ممكن أنا وإنتي نوعد مع بعض أنا خلصت نص الكيكة وإنتي تاخدي منها أطمئ إنتي ببسطتي وعليتي السيروتينين وأنا كمان ببسطت إنتي روحتي مبسوطة أنا روحت زعلانة ده أنا أكلت أكتر من اللي أنا محتاجة فازعل وقتقب والدايق فيأثر علي فرجع روحة تاني أكل أزعلانة من اللي أنا كنت أكلت وزعلانة من أكلتك كتير كده